ازايكم يا جماعة هل اسعار العربيات بتنزل فعلا ولا دي اشاعات ولا ايه اللي بيحصل بالضبط طيب مبدئيا خلينا نتكلم على اول وكيل رسمي ينزل سعر العربية بتاعته كيجي موبيليتي اللي هي بتطلع توريس بدل سان يونج انتو عارفين بقت كيجي موبيليتي خلاص الوكيل في مصر خفض سعر التوريس 300 الف جنيه طيب هتقولي ده رقم مش كبير انا موافقك انا شايف انه مفروض لسه تنزل اكتر من كده بكتير اوكي اه واسعار العربيات المستعملة اكيد بتنزل والمعارض مازالت مكملة في العروض وبتجري وبتقلل وبتدي ديسكونس على اسعار الوكيلة ولكن ده لسه دي لسه البداية خالص احنا بعد طيب ليه بعمل فيديو تاني لانه بيحصل تغييرات كتيرة تغييرات كتيرة جدا من ضمنها لازم نتكلم فيها لانه العربيات زي اي حاجة تجرب لها سوء وليها بتتبق يعني ماشية مع ظروف السوق بتاعنا ايه اللي حصل في الاسبوع اللي فات بخلاف ان زي ما قلت معلش انا اسف يعني ما بحبش اقول الكلمة دي بس ده اللي حصل بالزبط ان الدولار عمل اوفرشوت في الاول في البنوك وصل اربل خمسين ونزل نزل نزل عمال بينزل اخر اسبوع هو قافل على سبعة واربعين وشوية فواضح ان هو مكمل طب ايه اللي بينزل الدولار اللي بينزل الدولار واضح جدا حصل من اموال العاملين بالخارج بدل ما كانوا بيدخلوها السوداء وبدخلوهاش البنك اصلا دول لا بقون بيحولوا بيقولك عشر اضعاف الفترة اللي فاتت ده اللي طلقت ايه الرسمي اما بالنسبة للموضعين اللي انت تبقى في مصر ومعاك عملة صعبة وتخش البنك بيقولك عشرين دقاف يعني الناس دخلت حولت فلوسها طيب ليه لانه شايفين ان السعر في البنك كان عمال ينزل طبعا في منكم الكاره وعايز الدنيا تبقى سوداء ومصر عمرها ما تقوم لها قومة وكي واضحة زي الشمس ويقولك اصلا مش عارف ايه وكلام ده واضح اوي ويعني اكاونتز بتبقى باينة جدا معلش يعني يقولك لا ما ده مش عارف ايه احنا الاحتياطي بتاعنا زاد في فترة قصيرة جدا بطريقة غريبة جدا وحنسمع نشوف ارقام الرسمية ولكن ليه بقول لسه برضو لانه اوكي كان لازم ينزله ولسه في نزول تاني رغم ان الدولار الجمركي عالي شوية اخدوا بالكم الدولار الجمركي برضو بفكركم هو مربوط على الدولار بتاع البنك المركزي ما هواش ثابت عشان في ناس فهم الحتة دي غلط لا الدولار بيتغير زي ما البنك المركزي بيغير المعدل بتاعه تمام فبالتالي الاسعار لسه هتنزل تاني لازم كمان ينزل فيها مثلا 300-400 الف التوريس دي وكل العربية اللي في السوق تنزل بنسب متساوية ده رأيي المتواضع لانه حسب اللي انا قلته قبل كده حصل ومازال مسلسل نزول الدولار في البنك مستمر ومستمر بقوة بخطة سابتة والاحتياطي لغاية النهار ده برضو بيقولك هم مجوش جنب اي حصيلة دولارية جات لنا من بره فده معناه ايه ان العربيات لسه هتنزل تاني لسه بس الناس كده ايه بيجربوا لانه ما يكون عنده ركود يقولك انزل شوية اغري الناس انا رأيي برضو مازال استنى واجيب اخر الدولار في البنك اليوم اللي اشوف فيه اسبوعين ثلاثة شهر وارا بعد الدولار مستقر عند سعر سابت مش نازل ممكن وقتها اخد قرار واشوف عمل حصل ولكن برضو شكلها مبشر جدا وبس يعني تبدو كده دي بداية كويسة وطبعا اسعار السوق المستعمل نزل وطبعا المعارض عمالة بتدي عروض لان هم برضو فاهمين اللي فيها وقلقانين وكانوا عارفين ان هم مغليين وبيحاولوا يعني يبتزوا الناس في اموال في عربيات في اسعار ما تدفعش فيها محترامي كامل لكل العربيات دي لكن ما تدفعش فيها الارقام الهبلة دي اهو الدنيا شكلها مبشرة بالخير خلينا نشوف ايه اللي حيحصل بس كده سلام